اشتركوا في القناة بوريل نائب رئيس المفوضية الاوروبية الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الاوروبي ان مصر تلعب دورا رئيسيا في المنطقة وشدد رئيس سيسا على دعم مصر للجهود الدولية المعنية لحل الازمة الليبية بداية من مساندة كافة المبعوثين الدوليين مرورا بالمؤتمرات الدولية ووصولا الى مصار برلين وصدور مبادرة اعلان القاهرة حل ضرورة انهاء الانقسامات والتناحر بين الشعب الليبي ومحاولات التوصل لاتفاق ينهي الأزمة برمتها سيكون معي في مساحة الرأي لهذا اليوم ضيف الكبير معالي المستشار حامد فارس المستشار السابق بالجامعة العربية والمتخصص في الشأن الليبي ثوابت دعم مسار الحل السياسي للأزمة الليبية تأتي بعيدا عن التدخلات الخارجية والميليشية المسلحة هذا ما اكد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه ونائب رئيس المفاوضية الأوروبية الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب باريل وشدد السيد الرئيس على دعم مصر للجهود الدولية في حل الأزمة الليبية مرحبا بأي خطوات إيجابية بناءة في هذا الاتجاه تؤدي إلى التهدئة والتسوية السلمية والبناء والتنمية من جانبه أكد المسؤول الأوروبي على الأهمية الكبيرة التي يليها الاتحاد الأوروبي لدور مصر المحوري الذي يحقق التوازن في الأزمة الليبية وأثناء على جهودها المقدرة لدى الاتحاد تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمس الأمن والاستقرار بدول المتوسط وزير الخارجية سامح شكري طالب المجتمع الدولية بالتعامل بجدية أكبر في حل الأزمة الليبية وأضاف خلال لقائه مع باريل أن الحوار الليبي الليبي هو السبيل الوحيد لحل الأزمة وأكد المسؤول الأوروبي على ضرورة إخراج المرتزقة من ليبيا ومنع جلب المزيد من المسلحين الأجانب مشيرا إلى أن وقف التدخلات الخارجية من شأنه فتح المجال أمام عملية السلام شهدنا الكرام أهلا بكم جددا مرة تانية برحب أضايفي في الاستوديو المستشار حامد فارس المستشار السابق وجامعة الدول العربية خليني مع المستشار أتحدث عن الأزمة الليبية منذ أن أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحذير بالخط الأحمر سرت الجفرة والأوضاع بين شد وجذب ويعني لقاءات ويعني كيف ترى الوضع بعد تحذير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهلا بك أستاذ زهاب وأهلا بك لأستاذ المشاهدين طبعا الأزمة في ليبيا في ظل حالة انسداد سياسي كبير بتعاني منها كافة الأطراف الفاعلة على الأرض في ليبيا نجد أن الأزمة الليبية قبل إعلان مبادرة القاهرة وإعلان السيرت والجفرة خط أحمر نجد أن هذه الأزمة قد ماتت إقلينيكيا وانتهت تماما ولكن بعد إعلان مبادرة القاهرة وإعلان أن سيرت والجفرة من قبل فخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خط أحمر تحول المشهد تماما وفتحت أفاق جديدة لحلول سياسية على الأرض لأن هذا الخط الأحمر والمبادرة التي أطلقها الرئيس حشدت وراءها موقف دولي قوي مصر نجحت وبشدة في أن تحشد موقف دولي وإقليمي وأوروبي قوي ضد التدخل التركي السافر في الدولة الليبية ليبيا كانت على شفاء التقسيم ونجد أن المبادرة المصرية وإعلان سيرت والجفرة خط أحمر حولت المشهد برمته إلى وضع جديد داخل الدولة الليبية ونجحت القيادة السياسية المصرية بقيادة فخمة الرئيس في أن تتحول من مشهد عبسي مليء بالميليشيات المسلحة إلى وضع أسس وقواعد جديدة للبناء عليها لحل الأزمة سياسيا في ليبيا مع المستشار خلينا نتكلم على الفاعلين في الأزمة الليبية دولة المصرية أو دول الجوار من مصر تونس الجزائر وبعد كده الاتحاد الأوروبي ولكن هناك فاعل خافي في هذه الأزمة هي الولايات المتحدة الأمريكية التي مش صورة بأخرى عشان تبقى الناس فهمة يعني الولايات المتحدة الأمريكية أو تركيا ما كانت لتقوم بما تقوم به سواء في شرق المتوسط أو في ليبيا من غير ضوء أخضر أمريكي واضح وأي كلام يتقل هو كلام يعني من قبيل العتح السياسي كما يقال يعني الفاعلين في المشهد السياسي الجزائر منقسمة مصر منقفها واضح مع الحل السياسي مع نزم سلاح الميليشيات تونس بشكل أو بآخر متذبذوبة نظرة للوضع السياسي وحزب النهضة والاتحاد الأوروبي حتى الاتحاد الأوروبي فرنسا إيطاليا ألمانيا إيطاليا وألمانيا بشكل أو بآخر في جانب وفرنسا في جانب آخر هذا الشكل للنزاع يزيد الأمد في الوضع الراغي من مصلحة تركيا أولا النقطة اللي حضرتك ترحتها في ذهاب هي فعلا نقطة قوي جدا وتمثل واقع ملموس بتعيش الدولة الليبية وهو أن تركيا لن تستطيع أن تقوم ما تقامت به سواء في ليبيا أو في شرق المتوسط إلا بدء أخضر أمريكي هي تركيا هنا تمثل يعني مسدس للإيجار بتنفذ أجنتات خاصة أو بلطاج للإيجار أو بلطاج للإيجار وهي تمثل يعني تمثل واقع بالنسبة لليبيا وأكد على أن لو لا أمريكا سمحت لتركيا بهذا التدخل ما كانت تركيا أن تقوم به ولكن تركيا في الفترة الأخيرة وبعد ما قامت به وبعد ما قام المجتمع الدولي وبعد ما بادرت القاهرة التي جمعت الدولة الدول الأوروبية والدول العربية على موقف واحد وهو ضرورة خروج تركيا بميليشياتها المسلحة وتوقفها عن إرسال هذه الميليشيات إلى ليبيا يؤكد على أن الموقف أصبح هناك نوع من أنواع التغير ضد تركيا تركيا هنا تلعب دور السعي في أن تستفيد استفادة قصوى وكبيرة من التواجد داخل ليبيا أيضا كلما طال أمد الحرب داخل ليبيا كلما كان هناك استفادة كبيرة من التواجد التركي التواجد التركي له أبعاد اقتصادية وهو تحقيق أكبر مكاسب ممكنة أيضا له أبعاد سياسية وهو تهديد الأمن القومي سواء للاتحاد الأوروبي أو جنوب أوروبا عن طريق ليبيا وأيضا تهديد الدول العربية مصر وتونس والجزائر وبالأخص مصر بعدما نجحت صورة 36 في القضاء تماما على جماعة الإخوان الإرهبية وهي الحليف الاستراتيجي لتركيا في المشهد السياسي العالمي خلينا أتكلم هنا على دور فرنسا يعني كدور يؤكد على إعلان القاهرة وأهمية إعلان القاهرة ويفمن للجهود المبزولة التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن الاتحاد الأوروبي في حالة عجز يعني حتى الاتحاد الأوروبي في حالة عجز ما لم يجد ضوء أخضر من أمريكا يعني ويمتلك أتكلم على ما يطلق عليها القارة العجوز هل الاتحاد الأوروبي حتى لو تفقت يعني قادة الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتهم بالتأكيد ألمانيا فرنسا وإيطاليا يمكن أن يتم حالة هذا الملف كل الدول الأوروبية لها مصالح خاصة في ليبيا وكل منها يسعى إلى تحقيق مصالحهم الخاسر الأكبر هو الشعب الليبي نتيجة الانقسام الأوروبي الذي يعني يسعى ظاهريا فقط في أن يحل الأزمة ويعمل على حالة الأزمة الليبية ولكن على أرض الواقع نجد أن الواقع مختلف تماما عن المشهد السياسي الظاهري الواقع يؤكد أن هناك كمية عشرين مليون قطعة سلاح داخل ليبيا ميليشيات مسلحة تتعدد تلتميت ميليشيا أيديولوجيات مختلفة وثقافات مختلفة ولهم توجهات مختلفة كل منهم يسعى إلى تحقيق مقراره وهو تحقيق أكبر استفادة ممكن عن طريق أبوهم الروحي وهو تركيا تركيا أصبحت هي الرعي الأول للأرهاب في العالم وتمثل هذا وتجسده داخل الدولة الليبية لذلك أؤكد على أن الموقف الأوروبي هو موقف متزبزب ومتغير ولكن إن لم تفيق أوروبا إلى هذا الموقف التركي فسوف تطال يد الإرهاب الغاشم إيطاليا وأوروبا بالأخص وأكد لك على أن تركيا أجهزت أكثر من ألف عمصر إرهابي لتصدرهم إلى أوروبا هذه العناصر الهدف منها هي الضغط على أوروبا وتنفيذ عمليات نوعية في وقت تحتاج المخابرات التركية لتنفيذ مثل هذه النوعيات وبالتالي التهديد الأوروبي أو التهديد التركي لأوروبا لن ينقطع ويد الإرهاب سوف تطال أوروبا وعلى أوروبا أن تتحرك لأن إن أجلا أو عجلا سوف تطالها يد الإرهاب الغاشم عن طريق تركيا وإحنا نتكلم على الضغط على أوروبا هل ورقة المهاجرين التي يبتز بها هذا البلطاج أردوغاني لاتحاد الأوروبي وأوروبا وخاصة اليونان يعني ورقة قادرة على كل هذا الابتزاز وهذا الانقصام الذي يحدث في أوروبا هو نجح في بداية الأمر في أن يحصل على 6 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وبالأخص من ألمانيا نتيجة الهجرة غير الشرعية ولكن هو أراد في الفترة الأخيرة أن يضغط بنفس هذه الورقة ولكن الاتحاد الأوروبي ظني أنه فطن لهذه الخدعة وأؤكد بقوة على أن الاتحاد الأوروبي لن يردخ مرة أخرى إلى الضغط التركي فيما يخص المهاجرين غير الشرعيين وهي ورقة في بعض الأحيان والآن أصبح الضغطة بعدما فقد السيطرة على إرسال المهاجرين بدأ يضغط في شرق المتوسط لتحقيق أكبر مكاسبه وهنا أصبح التهديد هناك محطة مع اليونان واليونان عضوا في الاتحاد الأوروبية والأزمة يعني وصلت للمسارات متقدمة يعني بغض النظر عن ما يقوله الإعلام هناك يعني منوشات تصل إلى حد الاقتال بالتحرش العسكري وظهر هذا بقوة جزيرة كاستيلاريزو هي جزيرة أصلا يونانية وتتبع الأراضي اليونانية ومع ذلك ينقب بجنبها هي وجزيرة روديس وهذه الجزر نعلم يقينا من أن أردوغان يسعى بقوة إلى فرض سياسة الأمر الواقع على الاتحاد الأوروبي والتنقيب بشكل أو بآخر وهنا يمارس دول البلطاجي ولكن وأكد على أن أردوغان في هذه الحالة هو يعني أصبح محاصرا من كل ليس له حبيب وليس له صديق في شرق المتوسط أو في الدول العربية ليست فقط إلا قطر وهي تعني لأردوغان ATM يحصل منها على الأموال في أوقات معينة في وقت الأزمات الاقتصادية التي بتعاني منها الدولة التركية نروح للحوار الليبي الليبي يعني الليبي دولة قبائلية بشكل أو بآخر يعني يحكمها مشايق ورؤساء قبائل وحتى القبائل هناك فيه انقسام يعني انقسام ما بين الشرق والغرب وأنا عايز أقول لأستاذ المشاهدين يعني اللي عنده يعني فكرة مغلوطة عامة يحدث في ليبي يعني لماذا لا يحدث في الشرق الليبي ما يحدث في الغرب في طرابلس بنغازي طبرق سبهة البرق يعني كلها مناطق تنعم بالسلام كلنا بنشوف الليبي كلها مرتزقة سوريين مرتزقة من تركيا ميليشيات يا قدع علي بالحاج وعلي بالحاج ده إرهاب كبير يعني كان فكانت تنمو وهو يتولى رعاية أمريكية قطرية يعني وهذا الغريان الأعور مفتي ليبيا الإخوان الذي يحلل القتل والدبح وأمور كثيرة جدا الحوار الليبي الليبي يعني إلى أين يعني؟ الوحيد الذي طرح الحوار الليبي الليبي لأنه هو هدفه هو فعلا حل الأزمة الليبية ولديه من الخبرة ومن الوعي ومن الإدراك من أن الأزمة الليبية لن تحل إلا بأياد الليبية هو الرئيس عبدالفتاح السيسي الوحيد الذي طرح مبادرة شاملة جامعة لكل مشاكل الدولة الليبية سواء من حل الميليشيات أو خلوك تركيا أو من التوزيع العادل للسروة كل هذه الاقتراحات وأيضا التمثيل العادل لكل أقاليم ليبيا السلاسة وبالتالي الرئيس السيسي هو الوحيد الذي وضع اللبنة الرئيسية لحل سياسي سياسي ليبي ليبي داخل الدولة الليبية وأكد على باقي على أن مؤتمر برلين أنا قمت في إحدى القنوات أثناء خروج المؤتمر وسئلت وحددت وقلت أن مؤتمر برلين لن ينجح لأن ليس هناك ضمانات قوية لإنجاح هذا المؤتمر أما هنا الضامن الوحيد الآن على المستوى العالمي لإنجاح هي مصر في المقام الأول لأنها وضعت خطوط حمراء لا يتعدها أردوغان وأيضا القبال العربية الليبية التي لها دور قوي وفعال في حالة الأزمة الليبية تمام وأرضو هذا أتكلم هنا على مسألة بداية الحوار الجميعي قروب المرتزقة من ليبي وحوار ليبي ليبي يجمع كل الفرقاء على مائدة واحدة مسألة الميليشيات والمرتزقة يعني الوضع في ليبيا كل واحد عنده خمسونة ستمونة واحد ولا ألف واحد وبابلهم سلاح وهناك آيادة خارجية أو داخلية أو تهريب نفط أو يعني مش عارف أقول ليش في موضوع الليبية لأن بس هك أقول كلمة أخيرة بس إن شاء الله في موضوع الليبية يعني هل هناك أمل في خروج مرتزقة من ليبيا كل يوم هذا الأردوغان يمارس ضغط من خلال اتفاقيات مع حكومة دعينها شرعية يعني كيف للحل إذا كان الوضع سابت ما تعرضش أنا طبعا طرح رائع سيهاب جدا لأني أؤكد على أن هناك خلاف قوي جدا ظهر على طفع على الساحة في الفترة الأخيرة ولكن هو خلاف سابق ومتواجد ما بين فتح بشاغة وزير الداخلية وما بين السراق وعندما أراد السراق أن يعاقب فتح بشاغة حضر التحقيق فتح بشاغة ومعه أكثر من خمسمائة عربية دفع رباعي حسرت المجلس الرئاسي وبالتالي أين هنا السيطرة إذا كانت هناك ميليشيات مسلحة تحاصر المجلس الرئاسي وقالت بالفم المليان لن تستطيع سراق أن تعاقب فتح بشاغة وبالتالي ميليشيات مسراطة يسيطر عليها رجل وميليشيات ترابلوس يسيطر عليها رجل آخر وهنا السراع الذي لن يكون منه الخاسر الأكبر إلا المواطن الليبي البسيط وهنا لابد أن يعيد المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الآن يعيد النظر في الاعتراب بحكومة فائز السراج التي أصبحت مرتهنة وعميلة لتركيا من ناحية وفائز السراج حتى لا يستطيع أن يسيطر على وزير داخليته خليني أتكلم هنا على جزئية خاصة يعني معاني المستشار مسألة بشاغة وزير الداخلية وخمسمائة بداية الكتبة بداية الكتبة أو ما يطلق عليه الشرعية في ليبيا بدأت إزاي عشان نستبقى مستوعب على المشهد يعني المشهد أن حصلت انتخابات نيابية في ليبيا وتحت اتحاد أوروبي وجامعة الدول العربية ودول العربية كتير شاركت في مراقبة هذه الانتخابات ولكن عندما جاءت الانتخابات بأغلبية بعيدة عن الإخوان خلينا بس نبقى فاهمين المسألة دي بعيدة عن الإخوان عملوا الإخوان عملوا اللي قال علي المستشار مع علي المستشار جابوا العربيات وجابوا البتاع وحاصروا ما يطلق عليه المحكمة العليا الليبية هو ما فيش قصة القضاء في ليبيا يعني عشاني بقى الأمور واضحة يعني واخرج القادة هناك طبعا تحت التهديد والسلاح وقال لك لا الانتخابات دي ما كانتش مزوطة امسك الشرعية كسبة كبيرة قوي حتى السراج عايش فيه لك الشرعية منذ اتفاق السخيرات الذي تم في المغرب والذي يحاولوا أن يعيدوا إحياءه من أول جديد في العام 2015 اتفاق السخيرات هو مدته قانونا هي سنة وتمتد سنة أخرى في حالة عدم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هذه الحكومة التي هي نتيجة في اتفاق السخيرات قد انتهت صلاحياتها تماما وبالتالي تواجد السراج على سدة الحكمة في ليبيا هو واقع أليم وغير شرعي وغير قانوني وبالتالي استجل هذا الضعف أردوغان وبدأ يضغط على السراج لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة سواء في ليبيا من خلال سروات ليبيا الكبيرة التي تنتج سنويا يعني لك أن تتخيل أن إنتاج ليبيا 22 مليار دولار في العام 2019 تم تفرقهم ما بين الميليسيات والمشيات والفاز السراج أيضا هناك 35 مليار دولار حصل عليهم أو تم يدعهم لأول مرة أيضا نجد أن محافظ بنك مركزي لدولة أخرى يجلس مع رئيس دولة في ظل غياب وزير المالية وفي ظل غياب رئيس الحكومة الصديق الكبير جلس واتفق مع أردوغان وحصل منه أردوغان على 35 مليار دولار دون وجود فاز السراج ودون وجود وزير المالية وبالتالي هنا أصبحت هي دولة ميليشيات وليست دولة تعتمد على الدبلوماسية أو السياسية الطبيعية التي لا تبيح لوزير أو لمحافظ بنك مركزي لأوليس خلينا أتكلم يعني سؤال افتراضي فعلا افتراضي يعني دور جماعة الدول العربية التي كان لها دور سلبي في التعدي على الأراضي الليبية من خلال السماح لحلف الناتو طبعا دور جماعة الدول العربية في كل الملفات الساخنة مخزي خلينا أخذي جابة دور جماعة الدول العربية هذا التقرير للصحافة فابقوا معنا أكد الرئيس عبدالفتاح سيسي موقف مصر ثابت من دعم مصاري الحل السياسي للقضية الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية والميليشيات المسلحة وشدد الرئيس على دعم مصر للجهود الدولية ذات الصلاة بداية بمساندة كافة المبعوثين الدوليين إلى ليبيا مرورا بالمؤتمرات الدولية ووصولا إلى مصار برلين وصدور مبادرة أعلان القاهرة وزير الخارجية سامح شكري أشار إلى أنه ليس هناك إلا الحل السلمي في ليبيا والمستمد من اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن مؤكدا سعي مصر لإيجاد الحلول المناسبة في ليبيا لاستعادة الاستقرار والحفاظ على سيادة أراضيها وحمايتها من انتشار الإرهاب والمقاتلين الأجانب والتدخلات الأجنبية العسكرية ممثل السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزاب بوريل أثناء على جهود القاهرة المقدرة لدى الاتحاد تجاه مختلف القضايا التي تمثل تحديات بالمنطقة وتمثل الأمن والاستقرار بدول المتوسط خاصة في مجالات استضافة الملايين من اللاجئين على أرض مصر وكذلك منع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف مصادر ليبيا هناك مشاورات إقليمية ودولية أوشكت على التوصل إلى اتفاق سياسي وعسكري بين طرفي نزاع في ليبيا حول مدينة سرط الاستراتيجية بما يسمح بإبرام هدنة تشمل وقف دائم لإطلاق النار واستئناف إنتاج النفط تزامنا مع اختيار سلطة جديدة بالبلاد عبدالله الأيوبي بينما يجد أن وقف القتال في ليبيا يقلق تركيا يأمل العديد من الأطراف الإقليمية والدولية في أن وقف القتال من شأنه فتح الباب أمام حل سياسي ووضع حد لتدخلات الأجنبية التي تمس السيادة خاصة التدخلات التركية التي تعدت إلى إغراق الساحة الليبية بالمقاتلين من جنسيات مختلفة مشاهدين الكلام أهلا بكم مجددا مرة تانية برحب بضيف للسيديو المستشار حامد فرس المستشار السابق بجامعة الدول العربية دور جامعة الدول العربية اللي كان لها دور سلبي بشكل أو بأخر في التعدي أو في سماح بتخريب وتدمير لبلاد والله يعني إحنا يعني مش عايزين نختازل دور جامعة الدول العربية بشكل أو بأخر ولكن يعني نجد أن دائما وأبدا إن تحدثنا عن الجامعة العربية لابد أن نتحدث عن دور مصر الذي قام ويعني مصر نجحت في أن تتفوق على الاتحاد الأوروبي وعلى مجلس الأمن وعلى الجامعة العربية مصر نجحت وبقوة في حالة الأزمة الليبية المستعصية ونجد أن ودليل ذلك وقف إطلاق النار الذي لم يحدث في تاريخ ليبيا كل هذه المدة بمجرد ما وضع الرئيس السيسي السيرت والجفرة كخطوطه الحمراء لا يجوز للميليشيات المسلحة أو لأردوغان وجماعته والسراج لجماعته في أن تتعدى هذه الخطوط نجد أن الآن بقالنا أكتر من 80 يوم وأكتر في وقف إطلاق نار في ليبيا في محاولة حالة الأزمة الليبية في بيانات متبادلة ما بين السراج وما بين المستشارة وقالة صالح للوقوف على الأرض ومحاولة وقف إطلاق النار حتى وإن كان هذا الوقف هو وقف وقتي أو ضعيف ولكن الآن ترسى قواعد وقف فعلي قوي لإطلاق النار في ليبيا وهذا يؤكد أن مصر تقوم بمقام الدولة العظمى في حال الأزمة الليبية وهذا واضح وظاهر في كل التعاملات سواء في الخارجية المصرية وبدليل زيارة جوزيف بوريل الممثل هذا سؤال يبقى أنه جوزيف بوريل الممثل الأعلى المفاوضية الأوروبية نشر بعد مقابلته للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كلام يحترم أنه تحدث مع القيادة وأنه لابد من تعزيز العلاقات السياسية وتبادل الأفكار مع الدولة المصرية ومع الرئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأوروبي عندما يأتي الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية ونائب المفاوضية الأوروبية إلى مصر وبالأخص إلى مصر فهنا علينا أن نعلم ما هو دور مصر القوة الفعال ورؤية العالم الغربي والأوروبي إلى مصر فيه نجاحها في حل الأزمة الليبية أيضا مصر لها دور قوة فعال في شرق المتوسط وبالتالي عندما تمت المحادثات ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين جوزيب بوريل هنا في القاهرة فأؤكد على أنه مسى قضايا قومية من الممكن أن تؤدي إلى حرب عالمية ثلثة ولكن الرئيس السيسي نجح وبقوة في أن يصدر العالم قوة مصر السياسية والخارجية والإقليمية والدبلوماسية في أن تعيد المشهد سواء في ليبيا أو عندما تم التصريح من قبل تركيا أنها تريد في أن يكون هناك حوار مع اليونان منذ يومين خرغ تصريح من الخارجية التركية في أنها تريد وبالتالي مصر تبحث عن السلام وتبحث دائما وأبدا على حل حالة القضايا الإقليمية والدولية التي من الممكن أن تهدد السلم والأمن الدولي مع المتشار يعني خلينا كده برضو خلينا في الأسئلة الاستراضية شوية يعني هل يمكن أن يكون هناك حوار مصري تركي بشأن الملاف الليبي؟ وارد المسألة من تعرف السياسية ظني أن تركيا لن تسمح لأي دولة في أن تتدخل في ليبيا لأن تركيا المغانم كبيرة المغانم كبيرة جدا أولا يعني قاعدة مصراتها البحرية سيطرت عليها قاعدة الوطية حولتها تماما إلى قاعدة عسكرية تركية أيضا من ميناء الخمس تم السيطرة عليه موانئ ترابلوس أغلب الحقول المفطية في الغرب الليبي تم السيطرة عليها بالإضافة إلى إعادة الإعمار والإضافة إلى الاتفاقيات الكثيرة أمنية أو اقتصادية أكتر من 35 مليار دولار كل دوت في ظل أزمة اقتصادية كبيرة بتعاني منها الدولة التركية ارتفاع في عجز التجارة ارتفاع في الليبي 10 مليار دولار 103% عجز في التجارة الخارجية 40% الصدرات انهيار الليرة كل الأزمات الاقتصادية اللي بتمر بها الدولة التركية تجعل من الصعب لأن مصر ليس لديها مغانم أو مطامع في ليبيا عكس تركيا وبالتالي هنا فيه تضاد وفيه تناقض وتنفر في الموقف التركي من الموقف المصري مصر دائما وأبدا بتسعى لأن تكون ليبيا دولة موحدة وتحافظ على استقرارها تركيا لا يهمى ليبيا أو غير ليبيا لأنها بتتدخل في كل القضايا بدليل أن هناك كانت مشكلة ما بين أزربيجان وبين أرمانيا وهذا بعيد تماما عن ليبيا وعن أفريقيا وتدخلت وبقوة وكانت تريد أن تفسد العلاقة برضو الهدف هو تصدير السلاح إلى أزربيجان والأرمان بطبعهم في عداء تاريخ ما بينهم وبين أرمانيا وبالتالي فبشكل عام تركيا تسعى وبقوة إلى تحقيق أكبر مكاسب اقتصادية في ظل أن هي بتستورد بخمسين مليار دولار مفت بطاقة سنويا مع المصفر طبما داي يأزم المشكلة أكتر المجتمع الدولي هيضغط وبقوة لأن موقف مصر موقف قوي وهناك تحشيد عربي وأوروبي مع الموقف المصري لأن نجحت وبقوة مصر في أن تفيق الأزمة الليبية مرة أخرى وتعدها إلى طاولة المفاوضات وطاولة الحل السياسي ولديها مصر النفس الطويل في الحل السياسي لأنها لا ترغب إلا في استقرار الدولة الليبية مع المصر الأخير المنظور القريب للوضع الليبي وهل يمكن أن يتفاقم الوضع أكثر لأن برضو تفاقم الوضع الليبي هتبقى الأمور أكثر صعوبة على الجميع الكل يؤكد أن أي توطر أو أي تدخل عسكري يحدث في لجا يبقى فيه تدخلات إقليمية ودولية كثيرة جدا المنظور القريب للوضع الليبي المنظور القريب ظن أنه سوف يكون على ما هو عليه الآن ولن يكون هناك تطورات عسكرية لأن أمريكا أعطت تركيا ضوءا أقدر في حدود معينة وأن لا تتعدى بالإضافة إلى أن تركيا تعلم علم اليقين أنها في حالة اختراق سرط والجفرة فإن الجيش المصري سيدخل لدعم الجيش الوطني الليبي وبالتالي سيقضي على جميع الميليشيات المسلحة ولن يتوقف عند سرط والجفرة فقط ولكنه سوف يكتسح الغرب الليبي ويقضي تماما تماما على كل الميليشيات المسلحة وهنا تركيا تصبح هي الخاسرة الأكبر من محاولة اختراق الخط الأحمر هم دول الإخوان هو ده الإسلام السياسي هو ده اللي جابوا الإخوان للدول العربية جابوا لهم القراب والدمار والدعاء الديمقراطية والديمقراطية عندهم هي لمرة واحدة فقط لمرة واحدة كانت في غزة حماس خلص نجحنا هو أكد يعني وفي بلاد كثيرة جدا كلنا كده نشوف الخريطة العربية في اليمن في ليبيا في العراق في سوريا ودايما يعني ربنا يكفينا شر الطائفية الطائفية لا تبني وطن الانتماء للوطن بكل أطشافه هو الذي يبني الأوطان في نهاية هذه المستحرة ربما ترجع بالشكر للضيفاء الكبير بمعالي المستشار حامد فارس المستشار السابق وجامعة الدول العربية والمتخص شاني لبناء وطن شكرا الشكر لزملائي في استيديو 2 وشكرا لفريق عمل مساحة لرأي لهذا اليوم وشكر كل ستاة المشاهدين على حسن المتابعة لقاكم أنا إيها برلويند على خير إلى اللقاء شكرا شكرا